طبعا نحن نتحدث عن لحظة تاريخية فارقة ومشاركة المصريين في الخارج وبدأ الانتخابات الرئاسية بالخارج زي ما قلنا بدأت بالفعل في نيوزيلندا وغدا بإذن الله تبدأ الانتخابات الرئاسية 1 و 2 و 3 ديسمبر مزال الحديثي مع دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس دكتور جمال خلينا نتكلم عن الانتخابات بشكل رئيسي خلينا نساعد الناس بشكل رئيسي الرئيس القادم ما هي أهم الملفات المفروض يهتم بها في الفترة المقبلة طبعا هناك ملفات عدة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارج قد بعض المواطنين بيهمهم طبعا المستويات الداخلية أو الملفات الداخلية والبعض الآخر بيهتم بالملفات الخارجية والبعض بيهتم بالملفين طبعا لا يمكن أن نفصل ما هو في الداخل و ما هو في الخارج من أهم طبعا الملفات الداخلية هي الملف الاقتصادي هناك تحديات اقتصادية نحن نعيش أزمة اقتصادية هذه الأزمة نتيجة لأسباب عدة سواء كانت أسباب داخلية أو أسباب خارجية يعني الاقتصاد المصري لم يتعافى منها طبعا قد تكون ليس بمعزل عما هو دولي يعني ارتفاع نسبة التضخم نقص بعض السلع والخدمات أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات كل هذا بيمثل أمل للمواطن أن يكون هذه الفترة القادمة أن تجد مصر حلولة ناجزة ليشعر بها المواطن وبالتالي طبعا الدولة بتسهم في تخفيف عن عبء المواطن لكن هذه البعض بيراها أنها بشكل ما أو بآخر ليست كافية والبعض بيراها أنها بيعتبرها نوع من المسكنات لكن نتمنى أن تحظى يعني أن يكون هناك تعامل بمهارة وجدية مع هذه الملفات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات الاستثمارات الداخلية والاستثمارات الخارجية على حد سواء يعني الدولة بتسعى حثيثا لتشجيع الاستثمارات الخارجية أيضا يعني لا يمكن أن يكون هذا أيضا بمعزل عن تشجيع الاستثمارات الداخلية وطمأنة جموع المستثمرين من خلال تشريعات ومن خلال منح حوافز هذه الحوافز يعني قد تؤدي بشكل ما أو بآخر بين نهود بالاقتصاد والدفع بعملية التنمية بشكل كبير جدا يعني هذا على المستوى الداخلي يعني إذن خلينا نتفق بأنه أمام المرشحين للرئاسة من أهم الملفات اللي بيهتم بها المواطنين هو الملف الداخلي وملف الاقتصادي تحديد ده مش موجود في مصر بس ده موجود في كل دول العالم يعني الولايات المتحدة يقولك لا تحدثني عن العلاقة مع روسيا ولا على علاقة مع القدس الصينة حدثني عن الشأن الداخلي أو حدثني عن معدلات التضخم يعني العبء الضريبة الذي سوف أتحمله وسعر الفايدة ده اللي بيبحث عنه المواطن الأمريكي اللي هو يعتبر في شعب يعني بننظر لي على أنه قمة الديمقراطية وهو ليس قمة الديمقراطية وهو المواطن الأمريكي لسه كنت بقوله هو مواطن محلي بالدرجة الأولى نعم يعني طول الوقت يهتم بشأنه الداخلي لا يهتم كثيرا بالسياسة الخارجية هو بيفكر بيجيبه أكثر منه بيفكر بعقله يعني فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني ده على المستوى الداخلي طبعا على المستوى الخارجي يعني بتقفز قضايا بتحل محل قضايا أخرى يعني أهم قضية من هذه القضية التحدي الذي وجهه هو قضية قضية الصراع العرب الإسرائيلي وغزة يعني هل هناك يعني على الرئيس كيف سيتم التعامل مع قضية الصراع العرب الإسرائيلي حتى بعد انتهاء أزمة غزة يعني ستظل هذه القضية نعم النقطة دي استأذنك أستاذنك أستاذ جميل وحضرك بتتكلم عن يعني كنا بنكلم عن الشأن الأمريكي النهاردة يمكن قرأت خبر عن يعني رئيس الأمريكي جو بايدن وتراجع يعني على استطلاع أقامته NBC News الأمريكية واللي قالت أنه 40% من الاستطلاع كان مش في صالح جو بايدن يعني انخفاض في شعبات جو بايدن على طبعا على ملف الحرب على غزة وأيضا يعني عدم الكفاءة في إدارة الملف هنا هاخد من السؤال ده بأنه إذن عادتين المواطن بشكله وإن كان الأمريكي ليهتم قوي ولكن يبدو أن مسألة غزة هي محور العالم في الكثير يعني الكثير من الأشياء طيب خلينا نتكلم على الشأن المصري لو إحنا بنتكلم على الرئيس القادم ما هي الاهتمامات المفروض يقوم بيها خاصة بالملفات الخارجية والسياسية لمصر يعني زي ما قلنا هو الملف طبعا ملف القضية الفلسطينية هذا ملف مهم جدا وملف مزمن يعني استهلك كثير من الدبلوماسية ومن لا أقول من الدبلوماسية من القدرة المصرية سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي منذ عام 48 حتى يومنا لكن سيظل هذا قدر مصر وسيظل هذا جزء من الأمن القوم المصري ومصر لا تعتبر يعني مصر ليست شأنها شأن أي دولة مثلا في الخليج ولا في المغرب العربي بتهتم بالتعاطف أو ببعض الدعم السياسي أو ببعض الدعم المادي مصر بتعتبر هذه قضية مصرية مصيرية ومصرية مصرية ومصيرية بالنسبة لها القضية الفلسطينية فبالتالي لن تكون هناك يعني راحة أو لن يهدأ جفن لي الدبلوماسية أو للدولة المصرية إلا بإقامة حل عادل لي القضية الفلسطينية وهذا بالفعل يعني ما تراوح عليه زعماء مصر السابقين سواء منزع أحد الرئيس عبد الناصر أو السادات أو الرئيس مبارك وطبعا هو الشغل الشاغل أيضا للرئيس السيسي ويعني ظهر ذلك جاليا في ما يعني حملته أزمة غزة من مخاطر على الأمن القوم المصري لدرجة يعني كان هناك يعني اتصالات دولية كان هناك يعني تصريحات واضحة وسافرة من قادة العدو بشأن تهجير القصري لأهالي غزة إلى سيناء وهذا مواقف وحذر منه الرئيس ومن خلال الاتصالات وجدنا أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي هو منحاز وقال أني صهيوني وبلينكين يتحدثون الآن على أنهم يرفضون التهجير القصري صحيح هل هنا لأن قوة التصريحات المصرية والتحذيرات يعني خلينا أقول أنها كانت ما بين التصريحات والرأي والتحذيرات يعني مصر كانت طول الوقت منتبهة لما يدور في قطاع غزة ولم يتغير الموقف المصري منذ بداية الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة التحذيرات وأيضا وما تملكه مصر أيضا من أوراق يمكن أوراق ضغطة بالنسبة على الإسرائيل لا تنسي أيضا أن جزء من الأمن القومي أو من الأمن الإسرائيلي مبني على اتفاقية السلام بينها وبين مصر صحيح أن مصر حصلت على منافع كبيرة واستردت أرضها جزء كبير من أرضها عبر هذه الاتفاقية وجزء من خلال الحرب وجزء من خلال التحكيم لكن أيضا هذا حقق مصالح بالنسبة لمصر وحقق أيضا مصلحة بالنسبة لإسرائيل أنها أمنت أمنت الجانب المصر وهذا كان أقوى جانب أو في معدد الصراع العربي الإسرائيلي صحيح وبالتالي أيضا إسرائيل لن تقايد يعني أو لن تخاطر بأمناء على الأقل في الوقت الحالي سيظل الخطر ماثلا يعني سيظل فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ماثلا لكن قد لا يكون في هذه المرحلة أو قد يكون في هذه الحكبة الزمنية هي في إسرائيل بتخطط لأمد بعيد يعني في رأيها أو في ظنها أن مصر قد تضعف في فترة زمنية وبالتالي تنفس مخططها لأدواني لكن على الأقل في هذه الحكبة تراجعت يعني عن مخططها في هذه الأوقات تراجعت وده يمكن راجع لصلابة وقوة القوة الموقف المصري والضغط المصري على من هم على الحاضنة الإسرائيلية الحاضنة الإسرائيلية هي الولايات المتحدة الأمريكية طيب أنا اسمح لي أخذ من كلام حضرتك هنا وأعود أيضا إلى مشهد المرشحين يعني أنا لو ما كان يعني أحد المرشحين أمام يعني هذا الوطن المصري الكريم وأنا يعني يعني بقدم كل برامجي الانتخابية أو بقف على التحديات اللي أمامي في الوطن الحقيقة لو بنتكلم على أمن مصر فأنت عندك تحديات كثيرة الحدود المصرية مع دول الجوار تعتبر بنسبة يعني 80-90% ملتهبة حدود ملتهبة فأنت أنت أنت عندك حدود يعني ملتهبة وأوضاع لسه يعني يعني مش واضحة في السودان عندك حدود مع ليبيا بنفس الوقت الحدود اللي موجودة ما بيننا وبين إسرائيل وقطع غزة في البحر الأحمر فأنت عندك طول الوقت فإذا أي مرشح النهاردة هذا الملف لابد أن يكون كيف سيتعامل مع هذا الملف الصعب جدا إذا كان الشأن الداخلي صعب والملف الاقتصادي مهم وإنك تشتغل عليه بشكل كبير وإنك كمان تكمل المسيرة اللي تمت في مصر من تنمية ومشروعات تكمل هذه المسيرة ولكن في نفس الوقت السياسة الخارجية والملف الحدودي المصري الأمني شديد الصعب يعني طبعا هو هذا بيحتاج رجل لديه خبرة ولديه قدرة ويطفق فيه مؤسسات الدولة وهذا يعني فيه المقام الأول يعني نحن جربنا فيه السابق أو مصر مرت بفترة يعني كان هناك عدم ثقة بين من يجغل كرسي الرئاسة وبين مؤسسات الدولة وهو نفسه كان بيتحدث وبيقول يعني أنا بقى أراقب من بعض هذه المؤسسات فالتالي أنا أعطاك طبعا كان هناك حالة إنعدام ثقة لا المؤسسات بتصق في شخص من يشغل كرسي الرئاسة ولا هو كان بيصق في هذه المؤسسات وكان بيكيل الاتهامات لهذه المؤسسات فكيف يمكن فكيف ونحن بصدد حدود ملتهبة كما وصفتها أنت فبالتالي هذا يعني يحتاج يعني شخص لديه خبرة لديه أيضا ثقة متبادلة بينه وبين مؤسسات الدولة يعني يستطيع أن يتعامل أيضا ولديه طبعا نحن عنينا في السابق عن فترة فتور أو توتر للعلاقات الخارجية الآن أصبحت العلاقات الخارجية المصرية مع كل دول العالم سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي لا يمر يوم من الأيام إلا إذا كان هناك اتصال أو إذا كان هناك زيارة متبادلة بين رئيس الدولة وبين كل هذه الأمور هي ثمار أيضا نجاح كبير للديموماسية المصرية وليه دولة تحسب فيه النهاية للدولة المصرية على وجه الخصوص طيب كيف تتطبق من المصريين في الخارج خصوصا طبعا أنه زي ما قلنا أنه أيضا الجماعات الإرهابية لا تتوقف والكلام والذي يريد أيضا أنه يضع مصر في أي موقف كيف ترى المشاركة؟ إيه المفروض المصريين في الخارج؟ دورهم إيه المفروض يكون؟ بالطبع لازم يبرزوا مدى انتمائهم ومدى حبهم لبلدهم يعني فكرة المشاركة السياسية هي ليست حقا فقط هي واجب عليهم وعليهم بالفعل أن يؤدوا هذا الواجب تجاه بلدهم حتى يستطيعوا بالفعل أن يكونوا هناك يعني يشعروا بأنهم صنع للقرار يعني أنت ما بتروح تشارك في انتخاب نائب في دايرة من الدوائر دا بتحس أن أنت يعني ليك جزء من هذا المرشح وبتحس أن أنت بتعتبر ليك يعني شاركت في صنع هذا المرشح وبالتالي يعني أنت الذي أوصلته إلى هذا المقعد لكن حينما يعني مش عايزة أقول كلمة أنت قاعصت أو كل هذا أو اللي فكرة اللي هو يعني هي جات على رأيي أو كسرت أو حاجة كده فبالتالي أنت ما تعتبرش هتلوم نفسك بعد كده يعني هتلوم مينة تقول الله السياسة ما أنت ما روحت الشاركة يعني إحنا ما بنكلم على حجم مشاركة متدني في أي دائرة من الدوائر فبالتالي أنت نفسك الذي أتيت بهذا النائب الذي قد لا يلبط محاطق على سبيل المثال فبالتالي أنا أعتقد أن هذا واجب على كل مصري أن يؤديه تجاه وطنه قبل أن يكون تجاه مرشح بعينه أكيد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية جماعة السويس أشكرك على هذا التحليل شكرا لحضرتك نورتنا في التاسعة وبالتالي مشاهدين أن نأخذ من هذا الكلام وإلى يعني كل المصريين اللي بيستعدوا للانتخابات الرئاسية بإذن الله من الغد الجمعة لمدة تلات يام واحد واثنين وثلاثة ديسمبر زي ما قلنا هنا في التاسعة كن صانع للقرار كن أنت بجانب من تختاره لكي يتولى هذا الوطن الكريم في السنوات المقبلة بإذن الله ويتولى كل الملفات التي تحدثنا عنها وأن تظل فعلا مصر كريمة دائما بأمنها طول الوقت أنت المواطن المصري كنت في الداخل أو في الخارج لدينا واجب وطني أتمنى أن تكون المشاركة فعلا أمام هذا الواجب كريمة وأيضا أن تكون كريمة بإسم مصر أشكركم شكرا جزيلا انتهى وقتنا في التاسعة غدا يتجدد اللقاء معكم مع التاسعة أما أنا ألقى حضراتكم بإذن الله الخميس المقبل تصبحوا على الفي خير شكرا